اشتركوا في القناة مصطفى يعيش حياة عادية في لحظة من اللحظات يجي عنده نسيبه يمزوجه ويالخواتات والأب المراد ياله يقول لها عند كنص في الدار خسنا نجبدوه من هذا اليوم الآن مصطفى غادي أحمق مشاهدنا الكرام قصة مصطفى غيرت الدنيا لما هو أسوأ تبعه معي مصطفى أعود لي من اللوج كون هو مصطفى مصطفى غادي خمسين عام تزوجت السيدة اللي هي من العائلة والأتماس بعدين لولدات واحد مات والأستاذة براكيني أخذي مزيان كما أيها الناس عايش بخير ولا خير خدام كندير بيعشرة واحد نهار اللي تقدم عدي نسيبي اللي يبوات المرأة ونسيبي اللي واخد خط المرأة وقالولي يرى كنزة نية في الدار يرى يبغي ننجبدوه منتما كناية الأمور عدية مع المرأة تبعت الطماع وفتات معهم وجبدوه تلخزينة الكنزة ولا ما جبدوش وتكرفست و وشتوري المحال ديالي وشتوري الوليدات وانا كنعيش في اللحظة مشرد وسط دوار ديري هاي الكنز كيف هاش حول لي يبططقها كيف هاش الكنزة السيديني كنعرفه وخالي ليه وكان ديال جد ديال الكنزة خزينة في الدار كان خازنها جويجة وشي أمور ديال من جوهرات لهاب ولا شي حاجة وشي انتك تعرفه كنت عارفه عارفها قال عائلة هالخزينة كينا وانا شو ما قلبتيش عليها ما كا ما دريتش فيها وما حرفتيش وما عارفش لديش ما عرفش لدي يعني دام انتك تقولي هالخزينة كينا عي تتغيق يالورك انا اتنا قلوريا هذك شي انا سامعوه من قد الاب ديالي لانه الكنز ديالبوه خازنه مباشرة وتلفوه ليه ولا التمنع وبقاط الامور ما انا معاقل شليفة تخزن هالخزينة ومن لي جوني وما وقلت لي مطيروا القانون وما داروس قانون مشوظات دي وداروا خدمتهم ونجبدو الكنز واتكرفسوا ليه ومن هذك الوقت الولاد ماشي والمرأة ما بقاتش عادة كيما كانت وبشات معاهم وولاد ضدي ما عارضي قلت في ليه المرأة لا يقولش هي غيقلبوا على هذا الكنز قلت هي كانت حاملة وطح لها ابنها دم تم من لي بغوين يجبدو الكنز كانوا متبعا مع المرأة الوقت اللي غد تولد فيه والوقت اللي كان عدها الوقت اللي كانت حاملة وطح لها ابنها دم تم نهار اذا كانت الحاملة وطح لها ابنها دم تم نهار فأنت توقف عنه فأنت أطلب القانون فأنت أعود للقانون فأنت أترك فأنت أعود مجموعة حيالة مع هذا الناس مع شخص معها ومن أعلم بأنه أنها تكون معظمة وعرفت جميع ما يكون بهذه الطريقة فأنت أعود بهم السلطة المحلية وعند الشيخ المقدم الوقت اللي ديك لا رأيت بيهم مؤخر واتسقت بيهم بأنه كي جمعوا في ضربها ومجموعة ديال هاد الحقيقة خبتوا على راسي بدأ أول حاجة رأي هوا ما كي هدوني مباشرة وهدوني مباشرة بيها بالقتل وديروا يوم حاولت القتل عدة مش مرة واحدة عدة مرات والله لي كي يستر هاد الوليدات قلت يلي في اللول قلت يلي كل شي مشرط كيفاش مشرطين واش من مورا هاد شي داع الكنز ولا قبل من مورا هاد شي داع الكنز من قبل كانوا بيخير وعلى خير بحال كان الناس عايشن بيخير كيقراء وامور غادم زيانة ميه في المير كان ربي رحمنا برحمتو وبرزقو وبرزقناك يا عباد الله وغادم زيان هاد شي لي كي وهذا المرادة بفينا هي هاد لم يعرف تيش فين كينا كتعيش مرة في ضربها اللي في العربية اللي من نفس الدوار وعلى المرات في بن سيمان اللي كنت سمع بخبارة أنا من نهار اللي بشيت ما قايتش تاقل وولادك فينا أمو؟ وولادي مشرطين كلوا هاد بوحده تم ندرالي صغار اللي مشي ولادي أنا انت ما نرس ماشكيل تم بطاريلي كي عيش نباح هاد لفعش كيفاش ولادي صغار مشي ولادي هاد لولادي مشيولادي من اللي وقع المشكيل ديال هاد الخزينة وهاد الكز صغير تبدل ذاك الشي وتقلب الأمور كلها كما كانت وكي العيش اللي كان تبدلت وولاد سيئة ولكن قلتشي والجولاد مشي ولادي كيفاش؟ الجولاد مشي ولادي ما كيش بوصلية وهاد لمره وولا تكد جمع ما هاد الناس دي هاد الحياة اللي كيشوه وهاد بوها وبيهاد سيئة عرفت الكل شي الحقيقة ولكن جو جولاد ديال انت عندك سبعة نعم جو جولاد صغير ورد الخراني قلت يا نا مشي ولادي كيفاش كتشفت مشي ولادك واش دويتش معاف هاد الشي قلت يا نا من غير هاد مسألات الشابة شنو الدليل اللي عندك ملا ترى من أصعب لأشياء ان تقول جو جولاد مشي ولادي نعم يعني يعطيني إلا عندك شي ساند ولا شي عادك شي شي دليل كتشوفه انه قوي اللي خليك تقول ما دو مشي ولادي نايا مرحبا سيدي في التالي قلت لك من وراه هذا الكنز مبقاش كتشفت اسمعي يمزياد مبقاش كتشفت ادير مستألة ديال الزوجية نهائيا قلت تقول لي انا ما بغاش الولاد انا قويت الولاد وكتشفت الولاد مع آخرين ومنعتني هنا في الفراش وانت واجهت هاد جوجولاد قلت لك كيفاش هاد جوجولاد من جاو واجهت قلت لي اذا ما سكتش غاد بشي الحفز وانت سوف أتطلقى كنت تموت السيدة شعوادة مجهدة قد عصابة والحل المدنية وفانية الدوهرية لا تخذني وقيدهم الحل المدنية لانه اشنو كان فراسهم الله أعلم فكروا باني يقيدهم هما ولا لا أعلم اشنو كان فراسهم يومنتد بأمني ضب قلت لي أكلام كبير وانت مادرتش لقى هنا وانت تحلاج جوجولاد ولا طلب لغضيان أطلبته و ما زال ما أعطونيش ما زال كانت سنة و هاتش اللي كي عييت يا مصطف عييت و تمحنت و تشرط و تكرفسوا الوليدات كيتكرفسوا قوالتي و كيتصوتوا قوالتي و كيباتوا في الزنقة قوالتي و ما كانش هاتش ما كنتش حاسب بي و ما كانش باغيه لوليداتي كيقع الناس كيقع المغالبة لأنه الأهم حاجة هي الولاد هي الولادية اللي بشورك الولاد كل شي بشالك ما بقى التهاجة عندكواله لينا الولادة و ما كل شي و الظل رأيتها في أولادي و تمحنت بزياغ و تكرفسوا الولادة الظلم عليها قوالتي فات لينا الظلم فات لينا و بالأخص أولادي بني كان عيشا و كان شوف أولادي كيباتوا في الزلقة و كيش هردوا و قالوا المدرساجة اللي يعطيت لولدك خمسان درهم شراء عرشق و كل كان عدي من زيدون زيدون شبولاتك عن كم سطرف اجيبوهم عندك أنا تغلد هنا كانت تصوت في ما حالي قدي سراتي قاة قدي تصوت دم قدي كل شي تصوت في ما حالي تصوت أنا في حالها لا ارتلاع في حالة لا ارتلاع مدربوش كاردوة اللي يعني أقوله بايك مشات في حالها ايك خوتلك الضارة أنا بقى كانت تصوت تقول لي كيش يتصوت كيش يتخلصوا و كيش يتصوتوا كيش يتصوتوا كيش يتصوتوا كيش يتصوتوني كيش يتصوتوني كيش يتصوتوني كيش يتصوتوني يا صاحبة كتيرية كيبغات أنا ما أجي أنا لقدردت تجي وليش فيك شجة المحكامة انت؟ ما تكادي ديوتوش للطلاق شجة المحكامة؟ ما بقي ما يسترش الله أنا بقلا كنت سنعه أنا دير شكايات أنا بقي كنت سنعه الله صفحانه وشكاياتي يتنفدوا أنا كان طالب بغضل هيدوك البنات اللي عندك عندك نات ابنات ابنات قبارات شوية مجوجين عدي تريم زوجة ما تكادي جيش عندك هي دي المنية كانت جيه وعمروها ما بقى شجعتي كانت جي عندي ووليداتها كي جوالعدي أنا ببيت العيد رجاء وعدت أم هماية وأنا مجيه واشادي أنا بحدي سيدي لكني نعيش بحدي موضو بحدي بحدي أنا بكيت للكاح ونسكت ما خلت لي يلا الأخوت الأصحاب لا لا تياهد ما خلت لي يلا تسيدا وهذه المجموعة قتلوني أذنها أرجو الله أنا ما دي منصول أدلع عصابة دي العصابة دي العصابة عصابة وقد تحرم ما حل الله وتحرم ما حرم له هادش لي كي من الأخر ما هادش أنا ما قديتش أديه ورشا في الله أنا كنت طالب غير بالخيبرة هادش لي كي نقول لنا أنا ما كنت طالب تبشي عاجب أنا ما حد تجمع ديالها وخوت على تجمع ديالها وشكيت في تجمع ديالها كيف تجمع ديالها أولاد أولاد الكبار شوية بعقلهم ولا بخير صغار كالكبار كل الصغار لماذا يقولوا الدليل الكبار؟ وقالوا يا كالكبار يتألم ارتألم ولمتابع امامو صعبي هذي كي ويقول لك هذا الشيء ما يبغيه ناش وبشردي وما نبس المشكين وما نصوب عليهم اية قلوا لدينا كيف نبغيهم بعزاز عليها وابغيتهم شي يستمهوا بي وقعتوا يشوفوني تنا نحس براصر أن هذه الوليدات بعدها كناير كناس أنا دبا أدي ولدت بها العيد بها اليام عادية بها كل شي ولداتي كان يجي وقدي لي خدام ولاني ما خدامش يجي وقدي وكان نجمعه والعائلة كاملة أنا ولد كان نجمعه بباحدي نحن العيدة أنا بارك بباحدي أنا أطلع معيدة ومجمع مع ولداتها وأنا كان نعيش بباحدي في آخر عمري لنا ولدتوا وقلت أنا غادي ندير ولدات ونجمعون ونكونوا عائلة كأيوا الناس وليقرأ يقرأ وليخدم يخدام ولي ما خدامش راح نعيش نبرزقنا بالإعطالله وما يديروني بأنه ورأنا مسطي وأنا قدامك أسي أسيلي محمد إلا كنت مسطير أنا قدامك إلا كنت بأقلير أنا قدامك أنا كنت طالب غير بأولادي ليهما أولادي وكن طالب بهذه الناس يكون بحث معهم ويكون تحقيق معهم فهذا شيء الذي نقول أنا يتكرفوا إليه ويكون أهل الوليدات كثير مني أنا وأنا كان نعيش بمشاردة باق ومنعونيتة من أولادي في هاد الكلام اللي يقولون إليها وأنا كان أقول الوليدات يجيوا عدي مرحبا بكم وأنا أباكم وما تشردوني إيش هاد الناس اللي يشردوني أنا تصويت كثير من جديد من طرف هاد الناس وبيكيت كثير من جديد من طرف هاد الناس نسيبك لي واخدي الخواتات وقلت أشياء الحياة صحابك يجو معه هذا هو منك يتجمعوا لك هذا هو منك اللي يتجمعوا هذا هو من اللي يداروني هذا الشيء هو من اللي يتجمعوا هذا الكلز وأنا في هذا المحايفة التمهرة والتمنات وشيات السيدة مع الطماءة معهم في هالطريقة صلاة الله يفرج عليك يا عبي مشاهدنا الكرام كما تبعتوا معنا قصة مصطفاء شيئا ما يعني فيها بعض النقط ما واضحاش ولكن أهم الأشياء في هذه القصة أنه مصطفاء بش يمسطي أنا لست بطبيب لك يا ربي سبحانه وتعالى أنا أعقل على لك تلحال كان ميزه في لغة الحوار معاه يعلمه جيدا ما يقول الإشكال في الموضوع أنه كنز قدري يشتت هذه العائلة واش تلقى واش ما تلقاش هذا موضوع تاني أنه مش أفوار وما كانش حاضر ولكن الزوجة وجريت الأولاد كامل من بعد تسمع معطيات أخرى الأبناء ممكن أنه يكون في الظرفية الحالية أنه الأمور ماشي لا مجال يكون ماشي واقعي وماشي صحيح نظر الظروف نفسية كي مرمنا لا يمكن الحكم على أي طرف الملف ولكن يبقى سؤال مطروح هو هل كنز قدري تلقى ولم تلقاش المشكل الثاني هذا السيد كي يتعرض للضرب من طرف المقربين واللي غريب في الموضوع أنه استثلوا ولدات فيهم تبارك الله بنيتات في المجوجة ووليدات كبار رأى فتن من الأبن يوجي الله مشاهدنا الكرام هذه رسالة من المصطفى للأبناء جياله العائلة أولا قلسنا في مكان في المنزل جياله بوحده ومني تشوفه وليدات ولكت محنته ليهم وكبرتهم في الخرط خلالية كل شيء وأشهد الكنز تلقى أولا فيه أمور اللي غيرت ليهم الدنيا وحيدوا من هنا ويجي كلها أسئلة ما يهمون أكتر هو النداء للجمعية الحقوقية وبالضبط منطقة بن سليمان سأدس مصطفى في الضرفية الراهنة والقضاء في الأخير وصاحب القرار ووضع شكايات في الموضوع وينتظر ما سوف تسفر عنه الأبحاث في الأيام المقبلة مشاهدنا الكرام نحن على تتبع قصة مصطفى سوف أوضع رقم الهاتف دي المصطفى للجمعيات أنه منواسي ويسهندو في الضرفية اللي كي يمر منها مشاهدنا الكرام تعليق المواطنين شكرا لكم